المتحدث العسكري قال ان الفريق اسامة عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الرئيسية من مشروع مراكز القيادة الخارجي اللي بينفزه احد تشكيلات الجيش الثاني الميداني والحقيقة يعني خطة تدريب القتالي والتشكيلات وحدات قوات المسلحة شغالة من ايام والتقى اللواء اركان حرب محمد ربيع قائد الجيش الثاني الميداني كلمة اشار خلالها الى الدعم المستمر لتوليه القيادة العامة لقوات المسلحة لكافر التشكيلات والوحدات بما يمكنها من تحقيق التميز في تنفيذ المهام طبعا المرحلة بدأت بعرض الفكرة التعبوية والقارات المتخزة اجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين جميع الوحدات باستخدام احدث النظم وسائل القيادة والسيطرة خلال المراحل المختلفة للمشروع الفريق اسمى عسكر ناقش مع القادة خطة التشكيلات وايضا ابلاغهم تحيات الفريق اول محمد زاكي القادة العامة لقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي بركز بس انبارح كان الفريق اول محمد زاكي في المنطقة المركزية تافيش حرب والنهارده رئيس الاركان موجود في المرحلة الاركان المشروع المركز القيادة في الجيش الثاني الميداني اعتقد انه مصر بتوسط الرسائل ب Cred už يعني مش حاجات معمولة كده يعني انبارح لما القائد العامي لقوات المسلحة فريق اول محمد زاكي والنهارده الفريق اسمى عسكر الرئيس الاركان حرب القوات المسلحة انبارح في المنطقة المركزية والنهارده في الجيش الثاني الميداني تفتيش حرب ومنورات وتشكيلات ده يا جماعة إشارات ورسائل واضحة إحنا جاهزين إحنا جاهزين جيشنا جاهز في تمام جاهزيته لأي أمر يصدر من القيادة السياسية لتحقيق الأمن القومي المصري في كل الاتجاهات في نفس التوقيت مبارح لفريق أول محمد زاكي النهاردة لفريق أسامة عسكر عين القوات المسلحة مفتوحة على كل الثغور الموجودة على الحدود وفي الداخل وعين على الأحداث اللي بتحصل برة لذلك الجاهزية ثم الجاهزية ثم الجاهزية الجاهزية والفهم الجاهزية والوعي الجاهزية والاطلاع المعرفة ده اللي الرئيس دايما بيقوله فأنا ملاحظ أنه الخطاب السياسي الرئيس لما يتكلم مع القادة ونبرت مصر المرتفعة على حق في موجهة هذه الخروقات الإسرائيلية وغيرها بيتواقم معها في نفس التوقيت صوت هادر لقواتنا المسلحة دريعون وسائل وإحنا النهاردة بنحتفل في رحاب الاحتفالات التاريخية السنوية بالذكرى اللي 42 لتحرير سيناء يوقع تنسوا يوقع تنسوا وعلموا عيالكم أولادكم أن إحنا عندنا عيد حقيقي عيد التحرير تحرير الأرض تحرير الأرض المصرية بنحتفل بها السنة دي وسط ظروف غاية في الصعوبة غاية في التعقيد غاية في الدقة لكن رسالة للجميع أنه لا يمكن لأي حرب أنها تحقق السلام لابد أن الحرب تقود للمفاوضات والمفاوضات تقود للسلام والسلام يحتاج إلى قوة تحميه والجيوش القوية هي التي تحمي السلام عمر ما السلام يتحقق مع ضعف عمر السلام ما يحترم مع تراخي وإنما الجيش المصحصح المركز الجيش الجاهز القوي تدريبا وتسليحا وعتادا وعقيدة بيدي خوة لمتخز القرار السياسي كل الناس بيعزفوا لحن واحد فيه مايسترو بيحرك وفيه أوركسترا شغالة هي دي الدولة جماعة الدولة لازم تربط بين الخطاب السياسي وبين ما يخرج عن الساسة المصريين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمسؤولين عن سياسة خارجية بيتكلموا كلام له نبرة بيستشعرها قولي العلم اللي مفاهمين في نفس التوقيت الجيش بتاعي ما بيهزرش بيتضرب تفتيش حرب جاهزية جهوزية فاكرين تفتيش الحرب اللي في عمل في اكتوبر اللي فات كلنا بس مش عايزين ننسى ماذا جرى رسائلي رسائل جيشي الجيش بتاعي الحفاظ على السلام جيش الرد مش عايز أخش حروب مش عايز أخش حروب وما بحبش أخش حروب ومصر مش دولة بتاعي حروب دولة بتاعي الدفاع عن النفس والدفاع عن الأرض والعرض ومنع التهديدات أنا لا أغامر وأنا لا أتنزى في حروب وأنا لا أتوسع وليس ليه أي مطامع في أي دولة لكن عريني بحافظ عليه من خلال جنودي وضباطي وسلاحي وتسليحي وقابلهم عقبتي تاني بقول كل سنة وجيش بلادي بخير وجنوده بخير وضباطه بخير وقادته جميعا بخير